الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم هذا هو الدرس الثالث في أساسيات الرياضيات كما ذكرت في الدرسين الأولين الأول والثاني قلت هذا هي أساسيات الرياضيات التي يحتاج إليها طلبة الاقتصاد والمحاسبة والتمويل والإدارة وعلى بركة الله نبدأ في هذا الدرس نقدم كيفية التعاون مع الإس أو الأس الإس أو الأس أو الإساس باللغة العربية كلها تصحيحة الإس أو الأس أو الإساس أي الكميات المرفوعة لقوة معينة ونبدأ بالقاعدة الأولى القاعدة الأولى التي تقول إذا كانت هناك كميتان R مرفوعة للقوة P ومضروبة في R للقوة Q دعني أضحها باللون الأزرق حتى أكون واضحة إذن R للقوة P مضروبة في R للقوة Q الناسج بيكون يساوي R للقوة P زائد Q مثال عليها لدينا الآن الكمية R للقوة 3 مضروبة في R للقوة 5 حاصل الضرب يساوي R للقوة 8 أي بمعنى آخر هنا جمعنا القوة كما ذكرنا وهو ثلاثة زائد خمسة هذه من مهم جدا تذكرها أحبة الطلبة الآن القاعدة الثانية تكبلة القاعدة الثانية تنص على أنه إذا كان عني هناك كميتان هناك كميتان R للقوة P مقسمة على R للقوة Q تساوي إذن وضعناها على شكل كسر هنا R للقوة P مقسمة على R للقوة Q تساوي R للقوة P ناقص Q تطرح الآن لأنها الآن مقصومة تطرح القوة كما في المثال الآتي نفرض أنه عندي الآن لدينا R للقوة 3 مقسمة على R للقوة 5 تساوي إذن R للقوة السالبة 2 ويمكن تنزيلها إلى المقام تصبح الآن بالبصت واحد صحيح مقسمة على R للقوة 2 R تربيع لأن الإشارة عندما ننقلها من البصت إلى المقام أو من المقام إلى البصت تتغير إشارة الكمية القاعدة الثالثة نتابع الآن القاعدة الثالثة نقول على أنه إذا كان لدي كمية مرفوعة للقوة معينة لكن القوس كله مرفوح هنا R للقوة P R للقوة P داخل القوس مرفوعة للقوة Q الإجابة أو حاصل الضرب هنا يساوي R للقوة P في Q R للقوة P Q مثال عليها لنفترض بأنه لدينا الكمية R للقوة 3 R تكعيد الكل مرفوعة للقوة 4 فإذا الإجابة بيكون R للقوة 3 ضرب 4 يساوي R للقوة 12 قاعدة الرابعة والأخيرة هي الآن القاعدة الرابعة والأخيرة كما ذكرت خط الأحمر كيف نتخلص من الإس أو الإساس لنفترض بأن على سمثال لدينا الكمية التالية 5 في Q للقوة 3 تساوي K الآن هذه 5 مضروبة في Q للقوة 3 تساوي K إذن ما هي كمية K بالضبط من هذا المثال البسيط نقوم بالخطوات التالية نحتاج إلى معرفة K فقط بقسم الطرفي المعادلة على Q للقوة 3 ينتج الآن خمسة تصبح لوحدها بالطرف الأيسر لكن K الآن نقسم على ثلث كما هنا كما هي هنا وتساوي K القوة 1 ناقص ثلث كما تعلمنا في القاعدة الثالثة قبل قليل وبالتالي الآن نكمل تكمل القاعدة الرابعة كيف نتخلص من الإس أوكي الآن خمسة تصبح مساوي لK القوة كي القوة الثلث مقسمة كي مقسمة على كي القوة الثلث وتصبح كي القوة واحد ناقص ثلث إذن كي تصبح الآن كي القوة الثلثين اثنين على ثلاثة نرفع طرفي المعادلة حسب القاعدة الثالثة إلى قوة تجعل كي قوتها اللهم مساوي واحد صحيح أي نحتاج فقط لكي للقوة واحد هنا هذه مهم جدا تذكروها ما يعني الآن نرفع طرفي المعادلة إذن خمسة لقوة ثلثين لأن التي تجعل كي القوة واحد إذا تخلصنا من هذا لا يمكن نتخلص منه إلا إذا ضربنا بثلاثة على اثنين حتى نختصر هذه القوة على سبيل المثال وبالتالي الآن خمسة لقوة ثلثين عفوا ثلاثة على اثنين اللي هي واحد ونصف تساوي كي القوة ثلثين مرفوعة لقوة ثلاثة على ثلاثين حتى تساوي واحد صحيح وبالتالي الإجابة النهائية هي كي تساوي واحد فاصل واحد ثمانية صفر ثلاثة عندما يعني بتكون هذه خمسة القوة ثلاثة على ثلاثة خمسة القوة واحد ونصف تعطينا هذه الإجابة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع إن شاء الله إلى مقطع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا